في تصعيد استفزازي جديد أطلقت إيران جملة تهديدات لدول الخليج العربي كاشفة وعلى أعلى المستويات عن أطماعها في المنطقة ودافعة الوضع إلى مزيد من التوتر فقد نشر المشهد الإيراني علي خامنعي على حسابه الرسمي في تويتر تغريدة قال فيها إن الخليج الفارسي هو بيت الشعب الإيراني وإن ساحل الخليج إضافة إلى مساحة كبيرة من سواحل بحر عمان تتبع لإيران تصريح خامنعي تزامن مع حديث أدلى به قائد البحرية في الحرس الثوري علي رضا تنغسيري زعم فيه أن كل الخليج هو ملك لأرض فارس وأن المنطقة كلها كانت تسمى منذ القدم الخليج الفارسي مشيرا إلى أن ما يؤكد فارسية الخليج هو أن البحريين كانت محافظة إيرانية حتى عام 77 من القرن الماضي وأضاف تنغسيري أن خامنعي فضلا عن تعصبه لفارسية الخليج أصدر أوامره لبدء بناء الجزر العربية التي تحتلها إيران بغية إسكانها هذه التصريحات الإيرانية الرسمية الجديدة سبقتها تصريحات لمحمد صادق الحسيني مستشار الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي قال فيها إن نفوذ إيران يمتد لأربع عواصم عربية وإن طهران وأذرعها في تلك العواصم ستعيد تشكيل خريطة المنطقة نحن سلاطين البحر الأبيض المتوسط الجدد نحن سلاطين الخليج الجدد نحن محور المقاومة طهران دمشق الضاحية بغداد صنعاء نحن سنصنع خريطة المنطقة أما علي يونس رئيسي مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني فقد قال إن بغداد هي عاصمة الامبراطورية الفارسية وفي سياق الأطماع الإيرانية الواضحة قال أحمد جنتي رئيس مجلس خبراء القيادة إن سوريا باتت المحافظة الثانية والثلاثين لإيران تصريحات وجدت لها صدا حتى لدى وكلاء طهران ليكررها دون حياء كما في مطالبة موفق الربيعي مستشار الأمن الوطني وعضو حزب الدعوة بإلحاق محافظتي البصرة وميسان بإيران لم تكتفي إيران باحتلال إقليم الأحواز العربي والجزر الإماراتية الثلاث ولم يكفها تدميرها للعراق وسوريا وعبثها بمصير لبنان واليمن فراحت تفتش في كتب التاريخ والجغرافيا بحثا عن مغامرة جديدة تدخل بها دول الخليج العربي في إتون صراع مدمر تقوده مع ميليشياتها منذ سنين متبجحة كالعادة بشعارات المقاومة وتحرير فلسطين التي لم يعد لها سوق رائج بعد اتضاح الممارسات الإيرانية في المنطقة خاصة بعد غزو العراق عام 2003 اشتركوا في القناة